الجيش يتقدم في محيط تدمر بريف حمص ويقضي على عدد من الإرهابيين بحي المنشية في درعة رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس تؤكد من موسكو أهمية تعزيز التعاون للانتصار على الفكر الظلامي في اليمن ومصر وقفات تضامنية مع الشعب السوري ومنددة بالعدوان الأمريكي أسعد الله صباحكم بكل خير استعاد الجيش العربي السوري السيطرة على السفوح الجنوبية لجبل المزبد وتلة التاج في محيط مدينة تدمر بريف حمص الشرقي فيما تمكنت وحدات الجيش من القضاء على عدد من إرهابي جبهة النصرة حاولوا التسلل إلى عدد من النقاط العسكرية في حي المنشية بدرعة تقدم جديد يحققه الجيش العربي السوري بريف حمص الشرقي السفوح الجنوبية لجبل المزبد وتلة التاج في محيط مدينة تدمر موطئ قدم وحدات الجيش العربي السوري تحصينات تنظيم داعش الإرهابية لم تصمد أمام التكتيك العسكري الذي اتبعته وحدات الجيش الضربات الدقيقة لسلاح الطيران والمدفعية مهدت الطريقة أمام وحدات الجيش لتبسط سيطرتها على السفوح وتقضي على عدد من إرهابي تنظيم داعش بهذا التقدم تكون وحدات الجيش قد وسعت من نطاق الأمان حول مدينة تدمر وفي درع محاولات إرهابي جبهة النصرى التسلل إلى عدد من النقاط العسكرية في حي المنشية بدرع البلد من اتجاه مدرسة معاوية باءت بالفشل وحدات الجيش العربي السوري تمكنت من إحباط هجوم الإرهابيين وأوقعت أعداد منهم بين قتيل ومصابة ودمرت أسلحتهم مصدر عسكري أكد أن وحدات الجيش العربي السوري تمكنت من خلال تنفيذ رمايات دقيقة من القضاء على كامل مجموعة إرهابية من تنظيم جبهة النصرى مكونا من ثمانية إرهابيين على طريق صيداء الغارية الغربية بالريف الشرقي لدرعا محيط مدرسة الخنساء والطرف الشمالي لحي الكركة كانت هدفا لرمايات نارية من قبل وحدات الجيش ما أسفر عن إيقاع قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين وتدمير دشمة رشاشة ومربض هاون التقت رئيسة مجلس الشعب دكتور هدية عباس في موسكو رئيسة الاتحاد النسائي الروسي وذلك في أول أيام زيارتها إلى العاصمة الروسية مراسلتنا لبناء فياض والتفاصيل بدعوة من رئيس مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا مادفينكا تزور رئيسة مجلس الشعب السوري الدكتور هدية عباس العاصمة الروسية موسكو الدكتور عباس التقت في أول أيام زيارتها برئيسة الاتحاد النسائي الروسي وحضر اللقاء السفيرة السورية في موسكو وعدد من أعضاء مجلس الشعب السوري عباس أكدت على دور المرأة السورية في مكافحة الإرهاب كما ثمنت الدور الروسي في دعم صمود الشعب السوري على كافة المستويات تحية للشعب الروسي البطل الذي وقف معنا في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية تحية للجنود الذين ضحوا لتحية الأوطان الذين امتزجت دماؤهم بدماء السوريين فتحية لهم ولأرواحهم الضاهرة بدورها رئيسة الاتحاد النسائي الروسي شكرت الدكتور عباس والوفد المرافقة لها لزيارتها مؤكدة تنديد الاتحاد النسائي الروسي بالعدوان الأمريكي على سوريا كما وجهت دعوة للاتحاد النسائي السوري لزيارة روسيا من المؤسف أن الإرهاب الذي يصيب سوريا ذات الحضارة العريقة أصابنا الإسبوع الفائت في مدينة بطرسبورغ نتطلع إلى علاقات متميزة مع الاتحاد النسائي السوري الشعب السوري مرتبط تاريخيا مع روسيا والشعب الروسي يتعاطف مع الشعب السوري في أزمته الحالية تستمر زيارة الوفد البرلماني السوري إلى روسيا مدة أسبوع يجري خلالها مجموعة من اللقاءات السياسية والاجتماعية زيارة رئيسة مجلس الشعب السوري إلى روسيا بدأتها بتعزيز العلاقات بين الاتحادات النسائية في البلدين تكريما لدور المرأة في مواجهة الإرهاب للإخبارية السورية من موسكو لبنى فياض تحت عنوان سوريا في مواجهة مشاريع الهيمنة الغربية مفكرون عرب يقدمون رؤاهم في ملتقى الحوار القومي العاشر في دمشق برعاية المهندس هلال لهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي عقد ملتقى الحوار القومي العاشر في دمشق حيث استضاف ثلاثة مفكرين عرب قدموا رؤية متكاملة لجوهر الأزمات السياسية في المنطقة وذلك تحت عنوان سوريا في مواجهة مشاريع الهيمنة الغربية الملتقى اليوم له خصوصية لأنه يأتي في ظرف تتعرض فيه سوريا وجيشها وشعبها إلى عدوان مباشر من رأس الاستكبار العالمي من رأس المشروع الأمريكي الصهيوني الولايات المتحدة وحضور هذه القومات الفكرية والسياسية من مختلف أرجاء الوطن العربي من جزائر المغرب العربي من مصر بثقالها التاريخي والحضاري من لبنان من بلاد الشام يذل دلالة قاطعة على أن الكتاب والمثقفون العرب هم من يعبر عن نبض الشعر العربي وليس الحكام الذين هم مرتهنون تماما للقوى الخارجية حوارات الندوى اتخذت من جرائم الإرهاب ضد الدول الوطنية منطلقا لبحث العلاقة بين التنظيمات الإرهابية والمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة من الجزائر استهل الأدب والباحث يوسف شقراء الندوى بالحديث عن دور سوريا القومية وأثره في أجيال متتابعة من أبناء الشعوب العربية أقول لدمشق دمشق تنزلي في القلب قرآن وانبعثي من الأعماق الحان فسبحان الذي أسر بعبده وسواك من الأحلام إنسان الباحث حسن نافع من مصر قدمات سلسلا تاريخيا أوضح فيه أن محاولات استهداف سوريا بدأت منذ حملت دمشق راية المقاومة والدفاع عن الحقوق العربية في الفترة بين 82 وحتى سنة 2000 راحت المقاومة تتساعد ورأينا كيف استطاع حزب الله في عام 2000 أن يحرر الجنوب اللبناني وأن يفرض على إسرائيل أن تنسحب دون قيد أو شرط أو دون أن يكون لها أي يعني الاستسلام الكامل في هذا الموقع وكان هذا يعني إنجازا غير مسبوك في إطار ولذلك بعد 2000 أنا أعتقد أن التركيز أصبح على سوريا وأصبح على فكرة كسر المقاومة في العالم العرب المفكر والباحث اللبناني كريم بقرادوني أكد أن سوريا ستكون لها نهضة على مختلف المستويات بعد ذوال هذه الأزمة والانتصار على الإرهاب إنما الهدف هو تقسيم سوريا وعبر تقسيمها تقسيم لبنان والعراق ومصر وباقي دول المنطقة وأسقاط حل الدولتين في فلسطين لتصبح دولة إسرائيل هي الدولة العظمى في الشرق الأوسط وتحويل الدول العربية إلى دولات متقاتلة كما هي الحال في ليبيا الآن وتقضي الأمانة الفكرية أن نتذكر أن لبنان تعرض ما بين السنوات 1975 و1990 إلى حرب مدمرة بهدف تقسيمه لكن سوريا حافظ الأسد تصدت سياسيا وعسكريا ومنعت تقسيم لبنان منتقى الحوار القومي العاشر حضره عدد من أعضاء القيادة القطرية ووزراء وباحثون جامعيون وكتاب ومفكرون وإعلاميون أعلن وزير الخارجية الكزاخستاني خيرات عبد الرحمنوف أن التحضيرات جارية لاجتماع أستنى المقبل حول سوريا والمقرر إجراؤه في الثالث والرابع من الشهر المقبل ونقلت وكالة نوفوستي عن عبد الرحمنوف دعوة بلاده جميع الأطراف السياسية المعنية والمهتمة بتحقيق تسوية سلمية للأزمة في سوريا إلى دعم عملية أستنى وكذلك محادثات جينيفا التي تجري تحت مظلة الأمم المتحدة وأشار الوزير الكزاخي إلى أن بلاده تنتظر حاليا الحصول على المزيد من المعلومات من الدول الضامنة لعملية أستنى بشأن الاجتماع المخطط له في طهران ومن ثم اجتماع أستنى قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن العدوان الأمريكي على سوريا يؤكد أن واشنطن لا تريد التعاون مع روسيا وأضاف بيسكوف أن الجانب الأمريكي أظهر بهذا الشكل عدم وجود أي رغبة له في التعاون حول سوريا بأي شكل وعدم أخذ المصالح المتبادلة لموسكو وواشنطن بعين الاعتبار وأكد بيسكوف أن جدول أعمال الرئيس بوتين لا يتضمن حاليا عقد لقاء مع وزير الخارجي الأمريكي ريكس تيلرسون خلال زيارته إلى موسكو في الثاني عشر من الشهر الجاري مضيفا أنه لا يوجد بديل لعملية في جينيف رغم أنها تستغرق زمنا أكثر مما يأمل الجميع وبدوره أكد وزير الخارجية الروسي سرقي لافروف أن العدوان الذي شنته الولايات المتحدة على الأراضي السورية تحت ذريعة وهي أمر غير مقبول وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن لافروف شدد خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية النظام التركي مولود شاويش أوغلو على أن الجانبين أكد ضرورة إجراء تحقيق دولي محايد حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا مع تشديدهما على عدم وجود حل عسكري للأزمة كما بحث لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف هاتفيا الأوضاع في سوريا عقب العدوان الأمريكي أكد رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوزاتشوف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسير في طريق خطير في حال فرضه عقوبات جديدة على روسيا لدعمها الحكومة السورية كوزاتشوف قال إنه في حال إقدام ترامب على هذه الخطوة سيقطع طريق التراجع على نفسه ويدمر الجسور التي كان يمكن بناؤها مع روسيا مشيرا إلى أن التصريحات حول إمكانية تشديد العقوبات ضد روسيا وإيران لدعمهما سوريا تؤكد أن ترامب لم يحقق أي من أهدافه من الضربة الصاروخية على قاعدة الشعيرات الجوية وفي بكين جددت وزارة الخارجية الصينية تأكيدها موقف الصين الداعي للحفاظ على سيادة سوريا والرافض لاستخدام القوة العسكرية ضدها وقالت المتحدثة باسم الوزارة هواتشون يينغ إن الصين أعربت دائما عن رفضها استخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية ودعوتها للحفاظ على سيادة الدول مشددة في هذا السياق على أن الأزمة في سوريا لا يمكن حلها إلا بالوسائل السياسية وأضافت المتحدثة أن الأمر يرجع إلى الشعب السوري ليقرر مستقبل بلاده معاربة عن استعداد الصين للعمل مع جميع الأطراف لحل الأزمة في أقرب وقت ممكن مواقف إيرانية تؤكد أن العدوان الأمريكي على سوريا لم يستند إلى أي مبرر قانوني وأنه يتعارض مع القوانين الدولية موقف إيراني صارم وواضح ضد العدوان الأمريكي على سوريا تشلف العديد من التصريحات أحدثها ما أكده الرئيس الإيراني حسن روحاني في مؤتمر صحفي بأن العدوان الأمريكي على سوريا لم يستند إلى أي مبرر قانوني روحاني أشار إلى أن الإرهابيين تكبدوا خسائر جسيمة مؤخرا وقد يكون هدف العدوان تخفيف الضغط عليهم أمر الذي قام به الأمريكيون لم يتمشى مع الحقوق الدولية ولا الحقوق المنطقية ولا مصالح الدول ولا مصالح المنطقة وهم يخطأون كل تلك الدول التي رحبوا بالخطوة الأمريكية لأن الإرهابيين هم تحملوا هزيمتين كبيرتين في حلبة وفي الهجمات التي في الأسبوع الماضية في منطقة حماء هم تحملوا هزائم وخصائر كبرى وقد تكون هذه العملية لردع الصدى الذي تحمله الإرهابيين وهذا عمل غير مقبول رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لارجاني بدوره أكد أن العدوان الأمريكية على سوريا يتعارض مع القوانين الدولية ويدعم الإرهاب محذرا من مؤامرة يجري تنفيذها الآن في المنطقة لافتا إلى أن هذه المؤامرة قد تم التخطيط لها منذ فترة ووجدت ذريعة لمغامرة جديدة في المنطقة معتبرا أن العدوان الأمريكية على سوريا بداية لسلوكيات سيئة في المنطقة وزير الخارجية الإيراني جواز ظريف من جهته أكد أن العالم لا يزال يقدم على خطوات غير مدروسة وأحادية مبنية على اتهامات مزيفة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي خامنئي كان شدد أن العدوان الأمريكية على سوريا خطأ استراتيجي مشيرا إلى أن الأمريكيين يكررون أخطاء أسلافهم ومتوقعا أن ينالهم قريبا من جرائم وخطر الإرهابيين كما نال الأوروبيين قبلهم نظم مواطنون وناشطون يمنيون وقفة تضامنية مع الشعب السوري ومنددة بالعدوان الأمريكي الأخير الذي يأتي كما يقولون لخدمة سياسة التوسع الصهيونية في المنطقة العربية كما استقبلت السفارة السورية بصنع وفد المكونات والأحزاب السياسية المناهضة للعدوان السعودية التي أكدت بقاء موقفها إلى جانب الشعب السوري مرسلنا عبدالله اليوسفي والتفاصيل السمرارا لمواقف الشارع اليمني المناددة بالعدوان الأمريكي على سوريا نظم ناشطون ومواطنون يمنيون مسيرة ووقفة أمام السفارة السورية بصنع هتفوا خلالها بالتحية للجمهورية العربية السورية وأكدوا على موقفهم الثابت من العدوان الأمريكي الذي لا يعتبر جديدا على المنطقة وشعوبها الحرة تضامنية ووقفة معبلة مع إخواننا في الجمهورية العربية السورية والتي استهدفها العدوان الشيطاني الأمريكي الذي يستهدف كل أبناء الأمة العربية والإسلامية وفي كل الميادين لم يكن يصدق بأن أمريكا هي رأس الشر وهي الشيطان الأكبر وأنها العدو الكبير لهذه الأمة منذ اتفاقيات كامب ديفيد وإلى الآن لا تعبر السياسة الأمريكية إلا عن نهج إمبريالي نهج استعماري تجاه منطقتنا العربية والشاهد على ذلك ما يحدث في مصر وما يحدث في بلدي سوريا وما يحدث في اليمن وما حدث في العراق وفي جميع الدول العربية وحتى الإسلامية التضامن الواسع والدعم الكبير الذي يبديه الشارع اليمني مع سوريا في مواجهة المشروع الاستعماري الأمريكي يأتي نتيجة للإدراك العام بأن تدخل أمريكا جاء لإنقاذ موقف الجماعات الإرهابية بعد هزيمتها وهو ما يؤكد تبعية تلك الجماعات لأمريكا الأمريكا هي رعية الإرهاب وهي مصنعته وهي التي تصدره للوطن العربي حماية الإسرائيل هذا المخطط انكشف كليا الآن بما تتعرض له اليمن وما تتعرض له سوريا وما تعرضت له مصر وما زالت تتعرض لهم من حالة فتنة طائفية كلها من أجل هذا المربع الذي يحيط بإسرائيل باسم أبناء الجائل العربي السوري في صنعاء واليمن عموما نرفع كل التنديد وأقصى عبارات التنديد بالعدوان الأمريكي الصهيوني على سوريا ونحن مع الجيش العربي السوري ومع سوريا ومع قائد سوريا ونقول لأبناء سوريا نحن معكم ونحن بحاسيسنا وأيامنا كلها نعدها معكم وتزامنت الوقفة الشعبية أيضا مع زيارة لوفد المكونات والأحزاب السياسية المناهضة للعدوان السعودي التي أكدت بقاء موقفها الداعم للجمهورية العربية السورية في كل الظروف ننجدد موقفنا الذي قد علنناه سابقا بوقوفنا إلى جانب الشعب السوري وإلى جانب الجيش العربي السوري ونستنكر وندين في نفس ذات الوقت التدخل الأمريكي لسيادة جمهورية العربية السورية أمة عربية قومية واحدة إذا اشتكى منها عضو تداعت له سائر الأعضاء بهذه المواقف تظل القضية السورية حاضرة لدى الشارع اليمني مهما كان حجم الألم والمعاناة عبدالله اليوسفي الأخبارية السورية صنعا عدد من الأحزاب السياسية وممثلون لطوائف مختلفة في الشعب المصري زاروا مقر السفارة السورية بالقاهرة لإعلان تضامنهم على القيادة والشعب السوري وليستنكروا العدوان الأمريكي على قاعدة أشعيرات أحزاب سياسية وممثلون لطوائف مختلفة من الشعب المصري زاروا مقر السفارة السورية بالقاهرة لإعلان تضامنهم مع القيادة والشعب السوري واستنكارهم للعدوان الأمريكي على قاعدة الشعيرات نعلن من جديد تأييدنا لشعبين العربي في سوريا والسمود قيادتها الأسطوري والبسالة جيشنا العربي في سوريا ونعلن لأمريكا أن سوريا لن تكون وحدها وأن مصر بمليانها التعدد التسعين مليون مع سوريا قربا وقالبا الشعب العربي خاصة في مصر يعني أصيب بخيبة أمل شديدة جدا بعد سماع أن هناك ضربة أمريكية على أحد المطارات ومطار الشعيرات على وجه التحديد بسوريا بعد أن حققت سوريا بقيادة بشار الأسد الرئيس بشار الأسد والجيش النظامي السوري مجموعة من الانتصارات شمالا وجنوبا وشرقا وغربا الحضور أكدوا على أن تضامنهم لن يقتصر على الحديث داخل الغرف المغلقة وأنهم سينظمون زيارة تضامنية لموقع الاعتداء في سوريا فيه رسالة واضحة للعالم من هناك كما سنكروا صمت معظم الشعوب العربية إحنا بالفعل إذا كان عندنا الرغبة أن نسافر إلى سوريا لإعلان التأييد من داخل الأراضي التي تم الاعتداء عليها إلا أننا في نفس الوقت بنشتغل بعيد عن كل هذا وذلك إحنا هنا في مصر بنقول أن المعركة واحدة أن المؤامرة واحدة وثمنت السفارة موقف المتضامنين المعبر عن قناعة وتوجهات الشعب المصري داعية إياهم إلى استمرار التوحد أمام المؤامرة التي تستهدف المنطقة العربية بأسرها من وقفة الشعب المصري بجميع شراحه وطيافه متبثلا بأحزاب السياسي التي تعد أكثر ناشين حزب السياسي كالموجود اليوم السفر يقفون جنب إلى جنب إلى جنب القيادة السورية إلى جنب رئيس الجمهوري الدكتور بشار الأسد إلى جنب الشعب السوري إلى جنب الجيش السوري وتأتي الزيارة استكمالا لعدد من المواقف التي يتبنها عدد كبير من الأحزاب السياسية والداعم بقوة للدولة السورية في حربها ضد الإرهاب أحمد حسين الإخبارية السورية القاهرة يواصل النظام التركي متجرته بأزمة المهجرين السوريين بفعل الإرهاب ومرتزقته يقتحمون أحد مخيمات اللاجئين السوريين ما اضطر نحو خمسمائة منهم إلى الهرب الصورة أبلغ من مزايدات أردوغان وأركان نظامه هكذا يساعد نظام أنقرة وأدواته الإجرامية المهجرين السوريين في تركيا خمسمائة مهجر سوري اضطروا إلى الهروب من مخيماتهم في منطقة توربالي شرق تركيا بحثا عن مكان آخر للإقامة وذلك بعد مهاجمتهم من قبل عشرات الأتراك المهجرون السوريون تعرضوا للضرب بالعصي والمناجل ما أسفر عن إصابة ثلاثين شخصا تراوحت إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة المعتدون على السوريين برروا جريمتهم بأن عائلة تركية اشتكت على عدد من السوريين وهو ما وفر لعشرات الأتراك فرصة للتعبير عن عدوانيتهم تجاه السوريين سكان الحي حطموا الخيام التي نصبتها العائلات السورية ودمروا ممتلكاتهم التي استطاعوا إحضارها للمنطقة وقد لوحظ تجاهل الشرطة التركية لذلك الاعتداء فلم تبادر لوقف جريمة سكان المنطقة بحق المهجرين السوريين وهو ما يناقض مزاعم أردوغان ونظامه بالحرص على السوريين ومصالحهم بل على العكس من ذلك يتستر ذلك النظام على اعتداءات أتباعه على المهجرين داخل تركيا والآن إلى التذكير بأبرز العنوين الجيش يتقدم في محيط تدمر برفي حمص ويقضي على عدد من الإرهابيين بحي المنشية في درعا رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدي عباس تؤكد من موسكو أهمية تعزيز التعاون للانتصار على الفكر الظلامي في اليمن ومصر وقفات تضامنية مع الشعب السوري ومنددة بالعدوان الأمريكي شكرا للمتابعة وفي أمان الله اشتركوا في القناة